كوني متأكدة لما اجربت هذا البريوش يأتي عليك الكثير من البينات اليوم ان شاء الله سنحضر معكم بريوش بأحد الكريمة بمطاق الحامض يأتي خطيرة وديدة كثير تباو معي الطريق سنحتاج 3 كؤوس الدقيق الأبيض سنضيف عليهم 1 صشية الخميرة الحلوة 8 أو 7 جرام رشيشة صغيرة الملحة لتحسين الضوء جوج معلقة كبيرة السكر ونضيف أيضا معلقة كبيرة الخميرة الخبز سنضيف أيضا الحليب حتى يتكسر بعد الحليب اللي يكون دافيت قدره تعوضه بالماء أو تديره نصف حليب ونصف ماء سوف نضيف العجينة المزيان من بعد نضيف معلقة صغيرة الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ نسم بقشور الحامضة واحد صشية السكر بالنكة الفاني ونضيف العجينة لي ومن بعد نحصل عليها ولا تبهت شكل هذا ما تكونش خفيفة بثاف وما تكونش تقيلة بثاف كي يجي هذا البريوش خطير والديد بثاف بذلك المضاق الحامضة سوف نضيف العجينة ونضيفها جانبا حتى يضعف الحجم بالنسبة للكرامة لي سوف نضيف معلقة السكر معلقة النشاء وكاس الحليب ونضيف هذه المكونات ونضيفها مع التحريك المستمر حتى تعقد لي الكرامة لي مزيان وكتولي على هذا الشكل هذا في هذه المرحلة نضيف الحامض تقريبا معلقة صغيرة مع مراش مزيان ساشية الفاني ونضيف عصر الحامضة ما يعادي الاربع كاس ومع القاس غير الزبدة سوف نضيف هذه المكونات ونغطي الكرامة ببلاستيك غدا يكون ملامس الوجه ونضيفها في اللاجحة تبرد تماما في مجينة كي يكون هذا الشكل ونقسمها ل 12 قطعة أنا بالنسبة لي سوف نضيفها في موضة لدي الكاب كيك مربع لديكم الاختيار كيف تضيفها غير في مجينة بعد فعل القطعة كي تضيفها في مجينة قدرتها في هذا الكيس بلاستيكي غير باش تسهل عليها الخدمة و نبدأ نوزع كيمية في الواسط القطع العجين و نصدها بهذه الطريقة نحاول انني نقرسها مزيان باش ما تخرش ليها الكريمة نهائيا من الاسفل و نجيب المول لكب كيك كيف قلت لكم عندي هكامرا بعد هندو بالزبدة ورشيتو بالدقيق تقدروا تديروهم بشكل دائري في المول لكب كيك الدائري كيف لا تقدروا غير تشكلوهم و تحطوهم مباشرة في اللاطة ديال الفران سوف نستمر حتى نسالي كيمية اللي عندي كاملة نخليهم اختامروا مزيان ضروري في هذا المرحلة اختامروا جيدا جيدا بالنسبة البريوش را كل ما اختامر مزيان كل ما كتحصلوا لديك النتيجة اللي كتجين في شوشيشة سوف هنا بعد ما اختامر لي البريوش ديالي كنجيب صفر ديال البيضة اللي كنضفت لها قطرات ديال الخل و شبيات ديال القهوة سريع الدوابان كاز بقى اختيارية غير كاز عطينا ذا كلوية نمدهاب و زوين و كنضيف واحد شوية ديال اللوز او لكوكاوم هرمش اللي كان عندكم و كنقطع العجين بها الطريقة هادي سوف يو كان دخل هالفران على مية وتمانين درجة نار ملع لهم الاسفل دفعة وحيدة البنات اللي عندهم فرن غازي فيشعلوا غير من الاسفل النار تكون مهيلة حتى كيبانوريكم بانهم تنفخوا بدا و كيتحمروا عضبطوهم الاسفل بش كيكمروا تحمار ديالهم اول ما كنخرجهم من الفرن و هما مزا سخانين كنحيدهم من المول و كندنهم هنية بالزبدة او الناباج او اللي بغيتو باش كيجي ذاك يعني ذاك الوجه ديالهم هكا فيه ديك لابغيانس سوف يشوفوا ليما شاء الله الشكل ديالهم كيفاش كيجيوا و اللي دادين بزاف مقطنين جربوهم بسحا ورحا و الى اللقاء اشتركوا في القناة